سيد أبو حسون أستثمر مدام أنت معنا أنت كنت مسؤول قهاء أو هكذا قدمك سيد سليمان بخليلي في بداية الأمر لما سحب استمار الترشح بأنك مسؤول الحملة ثم بعد ذلك قال لا هذا ليس مسؤول أو مدير حملة الحملة الانتخابية نشأل لك الكثير من الفيديوهات بأنك فزت بالكثير من خواتيم سليمان أكثر من ثلاثة أو أربعة شاركت في إحدى الحصاص وكأنهم يقولون بأن سيد سليمان بخليلي كان أصلا يمشي بالمعرفة حتى قبل الوصول إلى الرئاسة فما بلك إذا وصل إلى الرئاسة فإنه سيخدم حاشيته وما إلى ذلك كيف تنظر تلك النقطة؟ والله صراحة وفصاحة الشيء الذي وقع الحمد لله ليس وقع من طرف الإعلاميين وحمال أقلام ورجال الأعلام وقع على الشيء كله في الفضاء الأزرق الكل يتكلم بكلامه ولكن بفيديوهات نعم فيديوهات نعم في العكس كيف كانت المعرفة وكيف كانت البداية مع أستاذ بخليلي بخليلي يوم من الأيام كان في وهران يقوم بالتصوير خاتم سليمان وكما تعلم بفضله وكرمه وجوده أنني مختص في التاريخ مدينة وهران وكتبت في المكتب الجزائرية ما يفوق 16 كتاب في مكتب الجزائرية وترجم لي ما يفوق خمس لغات بفضله الحمد لله نحن ننتمي إلى أمة إقراء إلا أقرأ أكتب وإذا أكتب أقرأ وهكذا إذا كان في وهران منذ 15 سنة خلت والسؤال كان هو ما هو التاريخ مدينة وهران أو ما هو الإسم القديم لمدينة وهران فهذا كنت فضوليا ولكن لا أسح لي أن أقول لا أتكلم لا هناك تحفظ ولكن في تلك الجماعة كان كلام فاضي كلام فارغ كلام يعني ليس له من الصحة معفو الجو لابد أن نمثل وهران أستندبتيل نحن نمثل مدينة في كل مكان أن الإنسان يمثل مدينته بإحسن تمثيل وإحسن تشريف ولكن هل من الصدفة أنك كلما تشارك تربح خاتم سليمان وتشارك أيضا في حصة وتربح مبلغ مالي معتبر من حق الشعب الجزائري أن يشك بأن هناك تلاعب على في خاتم يعني لكن البلاد الناس تلاعبت حتى هذه خاتم سليمان وبداية كاتب من هنا أما الثانية يعني الكثير من الفنانين ساهموا مرة ومثلا حميد عشوري ساهم في خاتم سليمان وساهم في زيدني وساهم في ساعة من ذهب نوز عطر الفنانة يعني ليست مدبرة مسبقا لا أبدا أبدا كيف هو يأتني السؤال يأتني الجواب هكذاهم يقولوا يعني يعطيك السؤال وتجاوب وفي أطار صداقة تاريخ مدينة طهران يعني يأتي خاتم سليمان بخليلي يقدم لي التاريخ للمدينة طهران الذي كذبتها في تسعة كتب كيف فست بخاتم سليمان؟ الأولى كانت هكذا هم نشروا حوالي ثلاثة يعني حساس أو أربعة هناك خاتمين أما التالي في زيدني هناك الفيديو أو سميه الفار ولكن هم يقطعون الفيديو ما يديرون يديرون غير يحسابهم لما قلت إذا فست بمئة دينار تذهب إلى الضال أيتام إذا فست بمليون دينار تذهب إلى الضال أيتام لماذا لم يروا هذا الكلام؟ ما هو السبب؟ إذن لما نرى هناك مناسبات أو برامج مثل من الباحل المليون كي يقال المليون يأتي الكتاب مفكرين باحثين ويقدمون يعني إذا ربع الفاز ويقدموها للضال أيتام للمرضى أو أمر السرطان باسم الإنسانية لماذا لم نشارك نحن باسم الله في سبيل الله؟ لماذا؟ طيب من حق الشعب الجزائي يعني ننتقل في ناية المطاف في ناية المطاف الجزائري وعقلية الجزائري إذا أما ثانية لكن باختصار لأن الوقت تفضل أما ثانية كنت معه في خدم سليمان وكان السؤال ما هي تاريخ جوبة السوداء يعني جوبة المحامي ولكن دارها في مجل قضاء ولكن المحامين جاهلوا ذلك فقالي لابد أن تجيب وأن قدمت الإجابة بل قدمت تلك الساحة الموجودة في مجل قضاء يعني تحمل اسم الشهيد كان محامي فرنسيا ونزعت عليه خوية العنكبوث ثم تكلمت عن الشارع المحامي محمد حابد الذي كان هو دكتور في دول القانون تسمي عليه الشارع ثم تكلمت عن الشارع علي بومنجل الذي قتل من طرف أصاريس وهكذا إذا لم تكن مرتبة فقط